هي أجواء سعيدة والأهلي عودنا دايماً أنه الأهلي مصدر ومصنع السعادة لكل الجماهير وفي كل مكان وهي مناسبة بينتظرها كل الأهلوية وقد كان الأهلي ونجوموا الحقيقة وجهازوا الفن بقناة ميس سير كولر في المعاد الحقيقة وإحنا وأنا طلع الحلقة النهاردة لأنه يمكن يعني اللي بيتابعونا دايماً على شاشة الأهلي بدون تهويل وبدون تهوين أنا شايف أنه مشوار الأهلي لم يبدأ بعد يعني أنا شخصياً كنت متوقع جداً وشايف أن الفارق كبيرة جداً بيننا وبين سياتة ساوندس فكان الفوز منطقي لكن الاختبار الصعب والاختبار الحقيقي والتحدي الحقيقي في البطولة يبدأ من يوم السبت في مباراة أعتقدها تكون مهمة ومصيرية تأثر طبعاً وتحدد مشوار الأهلي في البطولة لكن خلينا بعيداً عن الفوز وأنا هتكلم مع محمد في ده كتير لأن مبارح أداء الأهلي هو الحقيقة كان مصدر فرحاتي فوز عريض 3-0 نتيجة كويسة جداً في بداية المشوار لكن أداء الأهلي مع ميستر كولر مبارح محتاج كلام كتير جداً الحالة الجماعية والحالة الفردية طبيعة الكورة الكواليتي بتاع الكورة لقدمه النادي الأهلي في مباراة الأمس يقول أنك أنت تراهن على الأهلي مع ميستر كولر وبصرف النظر تماماً محدش عارف بكرة يحصل إيه بصرف النظر تماماً عن نتيجة الأهلي في المباراة القادمة وعن النقطة التي يوصلها في المونديال لكن الحقيقة كولر بيقول في كل اختبار صعب وفي كل تحدي حقيقي أنه مدرب من العيارة التقيل ترجمة نانسي قنقر